اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية اصابات الكتف واضطراباتها مقدمة مفصل الكتف هو من اكبر المفاصل في الجسم وهناك اصابات واضطرابات كثيرة يمكن ان تصيب الكتف من الممكن ان تسبب اصابات الكتف واضطراباتها الما في منطقة الكتف اضافة الى اعراض كثيرة اخرى كما يمكن ان يكون لمشكلات الكتف انعكاس سلبي على الحياة اليومية بسبب تأثيرها في حركة المفصل يشرح هذا البرنامج اصابات الكتف واضطراباتها المختلفة وهو يتناول الاعراض العامة وسبل معالجة اصابات واضطرابات الكتف الشائعة الكتف يصل مفصل الكتف بين الدراء والجذع وهو مؤلف من ثلاثة عظام ومن العديد من العضلات والاربطة والاوتار تجتمل العظام الثلاثة التي تشكل الكتف على عظم الكتف او لوح الكتف عظم العضض او عظم القسم العلوي من الذراع الترقوة وهي العظم الواقع بين القفص الصدري وعظم الكتف يكون مفصل الكتف مغطى بمادة تدعى باسم الغضروف ويسمح السطح الناعم للغضروف بحركة سهلة وغير مؤلمة في مفصل الكتف الأربطة هي النسج التي تصل بين العظام وتساعد على تثبيت مفصل الكتف في مكانه الأوتار هي النسج التي تصل بين العضلات والعظام تسمح عضلات الكتف المتصلة بلوح الكتف بحركة مفصل الكتف في مختلف الاتجاهات يطلق اسم الكفة المدورة على مجموعة من العضلات والأوتار والأربطة الموجودة في الكتف وتقع الكفة المدورة تحت جزء من لوح الكتف الجراب هو كيس مليء بالسائل يقع بين مفصل الكتف وبين الكفة المدورة وهو يمنع احتكاك الكفة المدورة بالكتف هناك أعراض متشابهة لكثير من إصابات الكتف والطراباتها ويكون العرض الرئيسي هو الألم في منطقة الكتف وقد يكون هذا الألم شديدا تجتمل الأعراض العامة الأخرى لإصابات الكتف والطراباتها على ما يلي التكدم صعوبة تحريك الكتف المصابة ألم في الرقبة أو الظهر أو الذراع تورم أو ضعف في منطقة الكتف من الممكن أن يؤدي قسم من إصابات الكتف والطراباتها إلى ما يلي أيضا إحساس بالتقطقة أو بالتمزق إحمرار أو إيلام عند المفصل تيبس وألم في المفاصل تجوه في الكتف يكون ظاهرا للعين إصابات الشد والوثي الوثي هو تعرض الرباط للشد الزائد أو التمزق والأربطة هي النسج التي تصل بين العظام في المفصل وهناك أربطة كثيرة في الكتف يمكن أن تصابع بالوثي هناك أشياء كثيرة يمكن أن تسبب الوثي فحالات السقوط أو الالتواء أو التعرض للضربات يمكن أن تجبر مفصل الكتف على الخروج عن وضعه الطبيعي وهذا ما قد يؤدي إلى تعرض الأربطة حول المفصل إلى الشد الزائد أو التمزق من الممكن أن تحدث حالات الوثي في حال التعرض لضربة مفاجئة على المفصل التواء الذراع بشدة زائدة الإفراط في استخدام المفصل في حركة متكررة الشد هو تمزق العضلة أو الوتر أو زيادة الشد فيهما والوتر هو النسيج الذي يصل بين العضلة والعظم يحدث الشد بسبب تعرض العضلة أو الوتر للالتواء أو الجذب ومن الممكن أن تحدث حالة الشد بشكل مفاجئ كما يمكن أن تحدث مع مرور الزمن تعتمد المعالجة على شدة الإصابة وعادة ما تشتمل المعالجة على ما يلي إراحة المنطقة المصابة وتبريدها بالثلج وضع ضماد أو جهاز يساعد على الضغط على المنطقة المصابة الأدوية من الممكن أن تشتمل المعالجة في مرحلة لاحقة على ممارسة التمرينات الرياضية أو على المعالجة الفيزيائية قد تكون هناك حاجة إلى جراحة في حال وجود رباط متمزق أو عضلة متمزقة يحدد مقدم الرعاية الصحية للمريض الموعد الذي يستطيع عنده العودة إلى ممارسة نشاطاته المعتادة أما إذا عاد المرء إلى ممارسة هذه النشاطات في وقت أبكر مما يجب فمن الممكن أن تتعرض المنطقة للإصابة من جديد برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية تمزق الكفة المدورة هناك مجموعة من بعض العضلات والأوتار والأربطة في الكتف تدعى باسم الكفة المدورة وتقع الكفة المدورة تحت جزء من لوح الكتف تمزق الكفة المدورة هو سبب من الأسباب الشائعة للألم والإعاقة لدى البالغين وتؤدي الكفة المدورة المتمزقة إلى إضعاف الكتف وهذا يعني أنه من الممكن لنشاطات يومية كثيرة أن تصبح مؤلمة وصعبة عند تمزق واحد أو أكثر من الأوتار الموجودة في الكفة المدورة فإن الوتر المتمزق يصبح غير متصل تماما بالعظم من الممكن أن يحدث تمزق الكفة المدورة بسبب ما يلي السقوط على دراع ممتدة رفع جسم ثقيل الإجهاد المتكرر للأوتار على مرور الوقت ضعف التروية الدموية التي تصل إلى الكفة المدورة وهذا ما قد يحدث مع التقدم في السن إذا كان المرء مصابا بتمزق الكفة المدورة وواصل استخدامها رغم ذلك فقد يلحق بنفسه مزيدا من الضرر ومن الممكن أن يتسع تمزق الكفة المدورة مع الوقت من الممكن معالجة تمزق الكفة المدورة من خلال الراحة الأدوية المضادة للالتهاب المعالجة الفيزيائية الحقن السيروئدية يمكن أن تكون هناك حاجة إلى الجراحة إذا كان تمزق الكفة المدورة كبيرا أو إذا لم تتحسن الأعراض وتشتمل الجراحة على إعادة وص الوتر المتمزق إلى عظمي العضد الكسور يحدث الكسر عندما ينكسر عظم واحد أو أكثر وتصيب كسور الكتف عظم العضد أو عظم الترقوة عادة قد يحدث الكسر في نفس وقت إصابة الكتف بالوثي ومن الممكن أن يحدث كسر الكتف بسبب ضربة أو السقوط عليه يجري تشخيص الكسور عن طريق الفحوص التصويرية كالتصوير بالأشعة السينية مثلا تعتمد معالجة الكسر على شدة الإصابة وإذا كان العظم لا يزال في مكانه فمن الممكن وضع الكتف والذراع في حماله أو في جهاز آخر يمكن أن تكون هناك حاجة إلى الجراحة من أجل معالجة الكسور الأكثر شدة قد يحتاج المرء إلى معالجة فيزيائية عدة أسابيع أو أكثر من أجل المساعدة على استعادة قوة الكتف المصابة وحركتها الإنفصالات والخلوع يحدث انفصال الكتف عندما ينفصل عظماء الترقوة والكتف وهذا ما يحدث عندما تتمذق الأربطة التي تربطهما معا يحدث انفصال الكتف بسبب السقوط أو بسبب ضربة تصيب الكتف عادة تجري معالجة انفصال الكتف عادة عن طريق الراحة مع استخدام حمالة من أجل تثبيت الكتف في مكانه وغالبا ما تكون هناك حاجة إلى المعالجة الفيزيائية أيضا إن معظم حالات انفصال الكتف تشفى خلال فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر وقد تكون هناك حاجة إلى الجراحة في حالات نادرة من أجل إصلاح الأربطة المتمزقة الخلوع هي إصابات للمفاصل التي تجبر نهايات العظام على الخروج عن وضعها الطبيعي ويحدث خلوع الكتف عندما ينظلخ أي عظم من العظام التي تشكل الكتف خارج وضعه الطبيعي خلوع الكتف حالة شائعة ومن الممكن أن تحدث عند تدوير الكتف بسرعة زائدة أو عند شد مفصل الكتف إلى الخارج غالبا ما تكون الكتف المخلوعة متورمة ومؤلمة كما يبدو شكلها غير طبيعي وقد يعجز المريض عن تحريكها حالة خلع الكتف حالة إسعافية وإذا اعتقد المرء أنه مصاب بهذه الحالة فإن عليه أن يطلب الإسعاف على الفور قد تجتمل معالجة خلع الكتف على ما يلي حمالة أو تثبيت للكتف إعادة العظم إلى موضعه تناول الأدوية إعادة التأهيل من الممكن أن يكون بعض الأشخاص أكثر تعرضا لاحتمال تكرار حدوث خلوع الكتف وذلك بسبب ارتخاء الأربطة في تلك الحالات من الممكن أن ينصح مقدم الرعاية الصحية بإجراء عملية جراحية من أجل شد الأربطة لمنع حدوث مزيد من حالات الخلع التهاب الجراب والتهاب الوتر التهاب الجراب والتهاب الوتر هما حالتان شائعتان يمكن أن تسبب تورما في المفاصل وحول العضلات والعظام الجراب هو كيس صغير مليء بالسائل وهو يوفر نوعا من الوسادة التي تفصل بين العظام والأوتار حول المفصل تتواجد الأجربة في مختلف المفاصل في أنحاء الجسم بما في ذلك مفصل الكتف وتحدث حالة التهاب الجراب عندما يصاب أحد هذه الأجربة بالالتهاب يحدث التهاب الوتر عندما يصاب أحد الأوتار بالالتهاب ويحدث القسم الأكبر من حالات التهاب الوتر بسبب تآكل الوتر على نحو بطيء مع مرور الزمن يحدث كل من التهاب الوتر والتهاب الجراب عادة بسبب كثرة الاستخدام والإصابات المتكررة في منطقة محددة أو بسبب إصابة مباشرة للمفصل ويكون الأشخاص الذين يقومون بنشاطات تحتاج إلى القيام بحركات متكررة أو تسبب إجهادا للمفاصل معرضين أكثر من غيرهم لخطر الإصابة من الممكن أن يحدث التهاب الجراب أو الوتر بسبب ما يلي أيضا التهاب المفاصل الداء السكري العدوى أمراض الدرق تركز المعالجة على شفاء الجراب المصاب أو الوتر المصاب وتكون الخطوة الأولى هي تخفيف الألم والالتهاب ويتم ذلك عن طريق الراحة والضغط ورفع المنطقة المصابة ومن الممكن أن تكون الأدوية المضادة للالتهاب مفيدة أيضا من الممكن أن يطلب مقدم الرعاية الصحية من المريض تخفيف النشاطات التي يساهم فيها المفصل المصاب وقد يساعد هذا على شفاء الكتف ومنع تفاقم الإصابة من الممكن أن تجري معالجة الحالات الشديدة من التهاب الجراب والتهاب الوتر بطرق أخرى كالحقن الاستيروئيدية أو المعالجة الفيزيائية أو الجراحة التهاب المفاصل يحدث التهاب المفاصل عندما يصاب الغضروف والغشاء الزليلي في المفاصل بالالتهاب أو بالتلف وهناك أنواع مختلفة كثيرة من التهاب المفاصل يمكن أن تصيب الكتف ويعد الفصال العظمي أو خشونة المفصل هو النوع الأكثر شيوعا يحدث الفصال العظمي بسبب التلف المزمن أو التمزق ويكون أكثر شيوعا لدى الأشخاص المتقدمين في السن عادة يحدث الفصال العظمي بسبب الاستخدام المتكرر للمفاصل فالاستخدام المتكرر للمفاصل يؤدي إلى تلف وتمزق في الغضروف الموجود في المفصل لا يوجد شفاء لمعظم أنواع التهاب المفاصل لكن من الممكن أن تكون الأدوية المضادة للالتهاب مفيدة بالإضافة إلى المعالجة الفيزيائية والجبائر أيضا كما يمكن أن يكون إجراء جراحة من أجل استبدال مصر التتف أمرا مفيدا عندما تفشل طرق المعالجة الأخرى إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة مفصل الكتف هو من أكبر المفاصل في الجسم وهناك إصابات واضطرابات كثيرة يمكن أن تصيب الكتف ومنها حالات الشد والوثي الكسور والانفصالات والخلوع التهاب الجراب والتهاب الوتر والتهاب المفاصل تمزق الكفة المدورة الوثي هو تعرض الرباط للشد الزائد أو التمزق والأربطة هي النسج التي تصل بين العظام في المفصل وهناك أربطة كثيرة في الكتف يمكن أن تصابه بالوثي والشد هو تمزق العضلة أو الوتر أو زيادة الشد فيهما والوتر هو النسج الذي يصل بين العضلة والعظم يحدث الكثر عندما ينكسر أحد العظام في الجسم ويحدث الفصال عندما ينفصل عظماء الترقوة والكتف كما يحدث خلوع الكتف عندما ينزلخ أي عظم من العظام التي تشكل هذا المفصل فيخرج عن موضعه الطبيعي التهاب الجراب والتهاب الوتر والتهاب المفاصل هي من الحالات الشائعة التي تسبب تورما في المفصل وحول العضلات والعظام من الممكن أن يكون لإصابات الكتف والطراباتها انعكاس سلبي على الحياة اليومية بسبب تأثيرها في حركة المفصل وهناك أعراض متشابهة لكثير من إصابات الكتف والطراباتها والعرض الرئيسي هو الألم في منطقة الكتف وقد يكون هذا الألم شديدا تجتمل الأعراض العامة الأخرى لإصابات الكتف والطراباتها على ما يلي التكد صعوبة تحريك الكتف المصابة ألم في الرخبة أو الظهر أو الذراع تورم أو ضعف في منطقة الكتف تعتمد معالجة إصابات الكتف والطراباتها على سببها وقد تجتمل المعالجة على الراحة وتناول الأدوية والمعالجة الفيزيائية والجراحة شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بإمكانكم 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 بإنسانات الكتف